هذه إذن مشاهد تأتينا حصريا من هذه القمة هذه الصور التي تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش هذه القمة التي جار فيها التباحث حول تنسيق العمل بين الدولتين بما يضمن صالح القضية الفلسطينية وعلى تأكيد صالح العلاقات الثنائية بين البلدين إذن صور تأتينا حصريا لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش هذه القمة التي التقى فيها أيضا بالملك عبد الله الثاني العاهل الأردني وبالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعدد آخر من قادة الدول المشاركين في هذه القمة التي التأم فيها قادة 57 دولة عربية وإسلامية بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية تحدثوا جميعا بلسان واحد حول أهمية رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالإضافة إلى عدد كبير من القرارات التي تضمنتها مساودة البيان الختامي لهذه القمة منها على سبيل المثال مطالبة جميع الدول بوقف تصدير السلاح للجانب الإسرائيلي والتي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني بأيدي الجيش الإسرائيلي أو أيدي المستوطنين الإسرائيليين والتي تؤدي إلى تدمير بيوت الشعب الفلسطيني ومستشفياته ومقدراته كافة أيضا فالبيان الختامي أكد على دعم المبادرات القانونية والسياسية لتحميل إسرائيل المسئولية عن المجازر التي ارتكبتها ضد أبناء شعب قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام أكد أيضا البيان الختامي على أهمية إنشاء وحدة تابعة لأمانة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وأبدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في هذه القمة أيضا كان هناك تأكيد من قبل قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية أيضا على أن السلام العادل الدائم الشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم وبخاصة المنطقة وحمايتها من دوامات من العنف والحروب حيث لن يتحقق السلام من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وكان هناك أيضا تأكيد على استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو بمحاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي هي مرجعية أساسية ويحمل في هذه القمة إسرائيل المسؤولية الكاملة على استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات أيضا الإسلامية والمسيحية وسياساتها المنتهجة من الممنهجة وخطواتها الأحدية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل الدائم ترجمة نانسي قنقر